هل تسعى الدول الأوروبية لاستعادة الملف الليبي من تركيا وروسيا؟ لا سيما بعد تأكيد برلين دعوة السراج وحفتر للمؤتمر وهما الذين لم يكنا مدعوين له قبل فترة وجيزة غير أن اتفاق موسكو وأنقرة حرك كثيرا في المياه الراكدة أوروبيا وإن لم يوقع بسبب امتناع حفتر إلا أنه أسهم نسبيا في وقف إطلاق النار وقد يكون أساسا للبناء عليه في برلين وبينما تتواصل التحضيرات الألمانية لعقد المؤتمر الأحد القادم وحجد الدعم الدولي له ما زال المجلس الرئاسي يصر على ضرورة إحداث توازن في المؤتمر ودعوة كل من تونس وقطر فيها بل تؤكد مصادر من داخل المجلس الرئاسي بأن السراج قد يمتنع عن الذهاب إلى برلين ويكتفي بإرسال وفد حكومي إلى جانب توجيه وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالا رسالة للسفارة الألمانية لدى ليبيا بضرورة دعوة تونس كونها تمثل أهمية قصوى وجارة حدودية آوت آلاف النازحين الليبيين وأمنها من أمن ليبيا إضافة إلى أهمية مشاركة دولة قطر التي كانت وما زالت أهم الدول الداعمة لثورة السابع عشر من فبراير وبعيدا عن الجدل حول المدعوين لبرلين يذهب عضو المجلس الرئاسي عمالي زايد إلى ما هو أبعد من ذلك حول المسودة المزمعين مناقشتها في برلين قائلا إنها تستند إلى الطرح الفرنسي في مؤتمر باريس السابق وهي مخالفة للواقع وما طرحته من حلول لا تتفق مع ثوابت حكومة الوفاق كما شدد عمالي على أن أي حوار سياسي لا يكون إلا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وسحب المعتدي كامل قواته وآلياته والاتفاق على أطراف الحوار والمبادئ الحاكمة له داعيا في الوقت ذاته إلى إدانة التدخل العسكري الإماراتي والمصري المخالف لقرارة مجلس الأمن أما حفتر فما زال الرجل يلعب على المتناقضات دوليا فهو يقبل بالذهاب إلى برلين ويتحدث مع بوتين بأنه على استعداد للعودة لزيارة موسكو ومواصلة الحوار في إطار المبادرة الروسية التركية الداعية إلى وقف إطلاق النار ويزور اليونان الغاضبة بسبب إبعادها من برلين والتي تقول إنها ترفض أي حل سياسي لا يلغي اتفاقية حكومة الوفاق مع تركيا وأمام هذه المتناقضات هل سينجح مؤتمر برلين فيما أخفقت فيه باريس وباليرمو رغم ضآلة سقف التوقعات باعتراف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نفسها إضافة إلى تهرب حفتر من كافة الحلول السياسية منذ أعوام وإصراره على الحل العسكري لا غير ترجمة نانسي قنقر